اهلا في الفيديو ده انا هقول لك ازاي تكون شخص سعيد بدون اي تحوير بدون اي لغبطة بدون اي لفة او دوران لا الطريقة الحقيقية المثبتة اللي انت تقدر من خلالها تكون انسان سعيد وانا مش عاوز اي حاجة في المقابل في العادي لما انت تتفرج على شخص ويكون بيكلمك على ازاي تحسن من حياتك او ازاي تاخد نفسك من المرحلة اللي انت فيها دي وتعلى او ازاي تعمل فلوس اكتر او ازاي تعيش حياة افضل مش عارف مين دايما بيكون فيه سلعة في المقابل الشخص ده بيحاول يباعها في حاجة وراك كلام اللي بيتقال فيه منتج معين فيه كورس معين هو عايزك تشتريه ممكن هو دخلك من الناحية دي من جانب صحي وبيقولك اشترك في المشعارف مين عشان تحسن من حياتك الصحية فتبقى انسان سعيد او ممكن يكون دخل لها من اشتراك في برنامج تنظيم الحياة فبعالك اتنزل برنامج شارف مين او برضو هي ممكن تكون ببساطة ان هو عاوز يديلك جرعة من السعادة والتفاؤل وكام نصيحة جيدة فانت في المقابل تديله فولو او او اشتراك في القناة بتاعته او 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 الى اخره انا بكل بساطة من البداية بقولكم انا مش عاوز اي حاجة من ده وده مش الهدف اللي انا عامل الفيديو علشانه لان الهدف اللي انا عامل هذا الفيديو علشانه هو بكل بساطة علشان انا عاوز اشارك معاكم فعلا ازاي تكون سعيد ده شيء انا قدرت اوصله من البداية بقولكم ان هو شيء يعتبر جدا بسيط واضن ان اي انسان على الكوكب يقدر يوصله لوحده ولكن لما يتقال ويتفهم بالطريقة اللي انا هقولها دلوقتي فعلا ممكن يغير حياتك وهيخليك سعيد ومش بس هيخليك سعيد بل هيخلي عندك شعور من الرضا والسلام الداخلي وده هو الفيديو اللي اتفرجوا عليه دلوقتي ده انا بشارك معاكم الدليل للسعادة فالمصادر والحاجات دي انا سبق في الوصف بتاع البيت فيلا نبدأ وزي ما انتم شايفين الفيديو طويل حبتين وده لسبب تمام لان انا لازم اقول كل الحاجات اللي هقولها دي براحتي خالص واشرحها بشكل حلو كده يوصل لكم فلازم تفرجوا معاها على الفيديو للاخر على قد ما تقدروا لان فعلا كل حاجة هتتقال هنا تعتبر مهمة وبتساعد علشان الافكار دي كلها تتحطى مع بعض وتلزق في دماعك وما ظنش ان انت هتنساها بعدين ففعلا الكلام اللي هتقال ده انا اراه مهم جدا وفعلا عاوز اشاركه معاكم فاتفرجوا على الفيديو اعمل الحاجة تشربها لو عاوز او لو انت عاعد بتاكل ومشغل الفيديو ده خلينا نقعد نتكلم للصبح والفيديو ده زي ما انت شايفين انا بصور في نص الاستوديو انا بصورش في المكانة بصور فيه دايما بس هو يدوبك اضاءة واحدة مع المايك وانتوا وعدين نتكلم فبسم الله يلا نبدأ اوكي في البداية لو انت بتدور على السعادة والرضا ده شيء طبيعي شيء عادي ولكن ده معناه ان انت في الوقت الحالي مش سعيد وده شيء طبيعي في الحقيقة معظم الناس اللي عايشين في العالم في الوقت الحالي مش سعيدة شايف الناس اللي عايشين مثلا في بلد زي سنجابور تمام يعني سنغافورة الرواتف فيها عالية جدا والمفروض ان الناس بتشتغل بتعمل فلوس ومزبطة دونيتهم ولكن بلد فيها اكتئاب مش طبيعي شايف الناس اللي عايشين في عمان بلد عربية شقيقة جنبنا مش بعيد قوي برضو فيها ناس مش سعيدة شايف الناس اللي عندهم مليار دولار في البنك وعندهم طيارة خاصة وبلا بلا 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 لا برضو في منهم كتير مكتئبين ومن هنا نبدأ الكلام بالسؤال اللي انا متأكد ان انت سألته لنفسك قبل كده ازاي شخص يكون غني بشكل مش طبيعي وعنده طيارته الخاصة وعنده اليخت وعنده الشهرة وعنده السلطة وفلوس بنت لازينا وبرضو يكون مكتئب وغير سعيد ده علشان السعادة مش شيء واحد ودي الحاجة اللي هنفصلها بقى طول الفيديو ده ان انت تكون سعيد بحاجة معينة او بشيء واحد او بجانب واحد ده ما بيحققش السعادة في الحاجات التانية اللي اتا المفروض تكون برضو سعيد فيها فيش اي حاجة منطقية من الكلام اللي انا بقوله ولكن نبدأ نتكلم بكلمة او مصطلح انت بتسمعه كتير هنا وهناك خليها نتكلم على حاجة اسمها دوبامين ولأ من البداية الفيديو ده مش هيكون كله على الدوبامين وان الدوبامين هو الخدعة وان علشان انت بتتفرج على ريلز كتير فالدوبامين عندك بايس فعشان كنت مش سعيد لأ الموضوع مش بيستزاكل الدوبامين في الحتة اللي احنا نتكلم عليها دلوقتي هنربطها بالمثال اللي احنا لسه قايلينه والرجل الغني اللي مش طبيعي اللي عنده فلوس كتيرة جدا والمفروض انه يكون سعيد بس مش سعيد ان انت يكون عندك فلوس ان انت تكون ناجح في شغلك وبتعمل فلوس كتيرة ده بيكون حلوة للدوبامين الدوبامين هو نيورو ترانزميتر من النواقل العصبية واي ناس مختصين دلوقتي بيتفرجوا انا فيه حاجات كتيرة دلوقتي هقولها بشكل مبسط يعني ما تهاجمونيش في الكومنتات ولا حاجة ان لا تكنيكلي في الجزء اللي قدام ده انت قلت فيه انه كذا انا بس وبسط الموضوع علشان احنا مش هنستخدم المصطلحات العلمية دي قداما هنشبهها بحاجات تانية وهنتكلم فيها جسمنا مليان نيورو ترانزميتر من النواقل العصبية دي وكل واحد منهم ليه شغلانة معينة زي الادرينالين الادرينالين مهمته انه هو يحسسك بالخطر فيدي لك قوة فانت تطلع تيجري بيجهز جسمك لمواجهة الخطر مثلا حاجة زي الميلتونين الميلتونين لما بيتم افرازه بيجهز جسمك عشان تنام عشان تظبط ساعتك البيولوجيا وزي الدوبامين اللي بيكون الهرمون والنقل العصبي اللي ليه شغلانات كتير في حياتنا وده هو مربط الفرس وانا مش جاي هنا عشان اقولك تجربتي الشخصية في ازاي تكون سعيد فقلت تجربتي الشخصية عشان انت تكون سعيد لأ انا هقولك دلوقتي علميا ازاي تكون سعيد هفهمك ازاي كيمية مخك بتشتغل فانت بتبقى سعيد علشان الحاجات دي حصلت ومش مهم حالتك الاجتماعية اللي انت فيها مش مهم جنسك مش مهم عرقة مش مهم المكان اللي انت عايش فيه حرفيا مش مهم اي حاجة اي انسان على هذا الكوكب اول لما يبدأ يفهم مخه هيفهم ازاي يتحكم فيه علشان يوصل الى هذه السعادة والله كلام كبير يا بسمعي فبسم الله الرحمن الرحيم خلينا نتكلم على الست نيرو ترانزميترز اللي موجودين عندنا المسؤولين عن السعادة تستاستيرون سيرتونين اكسيتوسين كانبينويد اوبيويدز واكيد اللي احنا تكلمنا عندنه في البداية دوبامين لو انت عندك خلل او عدم انتظام في تحقيق المطلوب للست نيرو ترانزميترز اللي موجودين دول اذا مية في المية انت مش هتكون سعيد وفي المقابل لو كل الستة دول بيشتغلوا عندك زي الفل وجسمك بيفرسهم عشرة من عشرة وانت مزبطهم مع بعض ما بتهتمش بواحد اكتر من تاني اذا انت هتكون سعيد وبرضه خلينا نتكلم بها من طريقة تانية ان اي شعور ايجابي انت بتحسه في حياتك هو بيكون عبارة عن خليط من اتنين او تلاتة من الحاجات شعور الفخر والتقدير كده ان حد انت بتتقدر سان بقى في شغلك اترقيت او عملت انجاز شعرت مين الشعور ده بيجي من شوية دوبامين وسريتونا مع بعض عارف انت الشعور بتاع الاستمتاع لما انت بتكون تفرج على فيلمك المفضل او شعور الاستمتاع اللي هو بيجي لك لما تروح الملاهي انت بتكون سعيد وانت رايح الملاهي ليه انت بتكون سعيد او ليه بتكون سعيد لما بتفرج على الفيلم اللي انت بتحبه ديني ضعب وراعاً شوية دوبامين مع شوية أوبيويدز وكانابانويدز بيتم إفرازهم وشغلين عشر من عشر في جسمك فأنت بتحس الشعور ده عملك لهذا الشيء خلى جسمك يفرز الدوبامين والأوبيويدز والكانابانويدز مع بعض فأنت حسيت بالسعادة الشهوة الجنسية وموارسة الجنس ليه الشيء زي ده بيخليك تحس بسعادة؟ تستاستيرون ودوبامين وعكس ده صحيح أي شعور سيء أنت بتحسه في حياتك بينتج عن خلل في المعادلة دي لو أنت عندك دوبامين كتير بس مفيش كانابانويدز أو أوبيويدز يبقى اكتئاب عندك دوبامين مع تستاستيرون بس مفيش أوبيويدز يبقى غرور فأظن أن دلوقتي يبقى عندنا يعني فهم بسيط للحاجة اللي أنا بقولها الست حاجات دول اللي في جسمنا لو بيتم الشغل عليهم بشكل منتظم فأنت هتكون سعيد في دلوقتي بقى سيبوكم من المصطلحات العلمية بتاعتهم عشان بس ما نطلغبطش هنبدل دول بالأفعال اللي أنت فعلا ممكن تعملها فحياتك ده هو أهم فعل بيخليك يكون عندك دوبامين محترم وده هو أهم فعل يخليك عندك تستاستيرون محترم وكذا 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 يعني هنقارننا بيقى مش دي المقارنة اللي أنا بقولها بس مثلا لو هنتكلم على الشعور اللي الدوبامين بيدي لجسمك لو اي حد مدخن بيتفرج إنت عارف ومتأكد إن السجار دي شيء وحش بس إنت بتشرب السجاير علشان السجاير يعني فيها النكوتين والنيكوتين ده أول ما بيدخل جوه جسمك بيدي لك كده هو شعور غريب بالرضى والسعادة ده علشان الدوبامين اللي بيتم إفرازه مرة واحدة هو اللي بيدي لك الشعور ولكن في حالة حاجة زي التدخين كمية الدوبامين اللي انت بتاخدها غلط لأن هي زيادة عن اللزوم زي مثلا لما حد يقولك أن انت لازم تاكل أكل كتير علشان تكبر كده ويبقى عندك عضلات فالتروح تاكل فرايد شيكن اللي هو ماشي الفرايد شيكنز فيها كالوريس كتيرة وبتاعه كده بس غلط يعني مش ده الحلو دي هي الحاجة برضو اللي من الناحية البزنسية بتكون شيطانية حبة لأن الشيطانة في أي منتج انت بتستهلكه في حياتك بيحاول يلعب على أي واحدة من الستة اللي احنا تكلمنا عليهم دول يدي لك منها زيادة وانت علشان بتاخد شعور جيد من الشيء ده انت مش عارف تبتاخد شعور جيد ليه وبس الشيء ده بيخليك تحس إحساس جيد فبيتغزوا عنه علشان يكونوا هم مصدر للسعادة ولكن في الحقيقة هم مش لازم يكونوا مصدر للسعادة فانروح لأهم واحد واكتر واحد بيتم استغلاله بشكل كبير وهو الدوبامين ليه احنا كبشر عندنا دوبامين الدوبامين بكل بساطة هو الحاجة اللي بتحفزك إنك تكون موجود لو انت عادت فترة طويلة جدا ما تاكلش انت ما تقدرش تمنع رغبتك في ان انت تروح تاكل ايه هو الشيء بقى اللي بيحركك من جواك ان انت تروح تاكل هو الدوبامين لو انت بتتخنق ومش قادر تاخد نفسك الشيء اللي يحفزك عشان تعمل أكتر حاجة تقدر تعمل عشان تاخد نفسك هو الدوبامين من الأخر الدوبامين هو بيحركك علشان تنجو وطبعا عشان الخصلة دي كانت موجودة عندنا من سنين طويلة جدا والعالم اتغير دلوقتي يعني عالم دلوقتي احنا عايشين انا قاعد في شقة عادية مفيش اسد بيجري ورايا فالدوبامين عندي هيقول لي ان انا اجري ومش عارف مينه كده لا فواحدة واحدة الشيء اللي بقى منطقي بالنسبة لنا دلوقتي ان هو ياخد محل افراز الدوبامين الصحي هو ركز في دي ان ان انت تعمل فلوس اه 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 ده حقيقي هل انت كنت تفاكر ان انت تضغط على الفيديو ده واقولك ان عملك للفلوس مش هيخليك سعيد لا ان انت تعمل فلوس ده شيء هيخليك سعيد بالعكس ده هيديلك دوبامين زي الفل ان انت تعمل فلوس وتشتغل وتفعلا تتحوش وتبقى غني هيخليك سعيد ايوه هيخليك سعيد علشان فلوس في المعادلة اللي حلم نتكلم فيها دي انت ممكن تحط جنبها يعني ايه علامة equal يساوي اكل اللي هو الرغبة الحيوانية اللي موجودة جوانا ممكن تسميها رغبتنا في البقاء فدلوقتي هي ممكن تتبدل بان ان انت يكون معاك مبلغ معين من المال يخليك مستريح وانت نايم بالليل ان انت ضامن ان انت اليوم اللي بعده او الشهر اللي بعده او السنة اللي بعدها قادر تاكل ولكن دي مش كل حاجة ان انت تعمل فلوس كتيرة ويه تتجاهل الخمس حاجات التانيين اللي احنا لسا نتكلم عليهم انت عمرك ما تكون سعيد فهنقول ديبامين ان انت تعملك شوية فلوس حلوة تاني حاجة السيريتونين هنحط ايه في خانة السيريتونين السيريتونين عشان يكون عندك بليفلات محترمة جدا لازم تكون بتعمل شيء انت بتحبه وبتتقدر علشانه ومش لازم يكون في عائد جاي منه فلنقول ان انت بتشتغل في بنك ولكن انت بتحب الرسم بس انت عارف ان انت مش احسن رسام في الدنيا ما تقدرش تخلي الرسم ده شغلنتك الاساسية بس انت بتحب الرسم فمن وقت للتاني انت بتمسك الورقة كده وبتقعد ترسم بتقعد ترسم شوية رسامت خلصت رسم فييجي حد من صحابك يقول لك الرسمة دي جامدة جدا الرسمة دي خرافية تنزلها على انستجرام مثلا يجيلك لايكات كتير الرسم بتاعك خرافي انت مفيش اي عائد حقيقي مدي جالك من الشيء ده ولكن في تقدير جالك وحاجة انت فعلا بتحب تعملها وكنت هتعملها سواء كان فيه تقدير او مفيش تقدير وانس ان انت تلاقي شيء زي ده سميها بقى هواية سميها زي ما انت عايز سميها وانس ان انت تلاقي الشيء ده اللي انت بس بتحب تعمله او بتدور او بتغير كل شوية ممكن الاسبوع ده امت دماغك في الرسم عايز ايه تقعد تجرب ترسم مش عارك مين كده الاسبوع اللي بعده انت مش عارك جربت تلعب آلة موسيقية معينة الاسبوع اللي بعده قررت ان انت تلعب رياضة معينة مع ان انت خلاص عديت العشرينات من عمرك فهما استحالة تعمل الرياضة دي بشكل محترف بس انت بتتحسن فيها وشايف ده والناس اللي حواليك شايفها ده سريتونة عندك بقى زي الفل رقم تلاتة التستاستيرون الكلام ده رايح للذكور والنساء اوكي التستاستيرون هلخصوا في ان انت يكون عندك حياة زوجية محترمة حياة زوجية معتدلة حياة زوجية هابي من الاخر يكون عندك شخص انت قريب منه عندكم علاقة حميمية مع بعض وهو يقدر يشاركك كل حاجة هو عاوز يشاركها وانت كمان تقدر تشاركه كل حاجة انت عاوز تشاركها ايوا ده شيء من الحاجات اللي بتخلي التستاستيرون عندك شغالة زي الفل رقم اربعة الاكسيتوسين هنرجع برضه في المسألة اللي احنا قلناها بتاع اجداد اجداد اجدادنا وبتاع والكلام ده وان هو عشان كان بيجري من من الاسد في الغابة فالدوبامين عنده حفزه ان هو يكون عاوز يحافز على بقاءه ومش عاوز مين والكلام ده الاكسيتوسين بيتم افرازه وبيكون معتدل ومتزبط وحياته زي الفل كده هو شغال في جسمك عشرة لعشرة طالما ان انت عندك علاقة جيدة مع الناس القريبة منك ايه كي ايه الناس القريبة منك في الحالة دي انا قصدي مين علت وبجد مصادر الكلام اللي انا بقوله ده موجودة في الوصف اللي انت عايزين تراجعوا ورايا ما عنديش اي مشكلة ولكن سينتيفكلي علميا لو انت عندك علاقة طيبة مع علتك انت هيكون عندك افراز جيد جدا من الاكسيتوسين والهدف الاخير من ده ان انت هتكون اسعد في حياتك وعلى فكرة ايه انا قصدي علتك اللي انت يعني قريب منهم بالدم قريبك من الناحيتين حتى لو كانت علتك بين قسين متفككة ده ملوش دعو عادي ده شيء بيحصل بس انت لازم تكون على علاقة جيدة مع كل الاطراف لازم تكون بتسأل على عيلتك بتسأل على والدتك بتسأل على قريبك من ناحية والدتك قريبك من ناحية والدك وهكذا ان انت تكون محافظ على العيلة يبقى الاكسيتوسين زي الفل رقم خمسة كانبانويدز شفت الكلام اللي احنا قلناه عن العيلة علميا برضو الكانبانويدز من جواك تكون شغالة زي الفل امتى لما انت تكون على علاقة جيدة مع اصدقائك والمجتمع اللي حواليك ايه كي ايه كلمة اللي بيقولوها كتير في مصر هنا الكوميونيتي يكون عندك كوميونيتي حلو انا عارف ان منتشر دلوقتي شعور كتير عند يعني كتير من الشباب حاسين نفسهم ان هم انتروفرتد ولأ انا السوشال بتاري بتاعتي تخلص بسرعة مبعرفش اكون في التجمعات بدايق لما يكون بالتجمعات وشعرف مين والكلام ده وانا افهم ان في ناس فعلا ممكن يكونوا كده بس انا برضو ممكن اقول بكل صراحة وبنغير زعل تسعة وتسعين في المية انت مش انتروفرت ولا حاجة ولكن بس انت ما عندكش المهارات الاجتماعية اللي تخليك او شخص منفاتح كده وتعرف تتكلم مع كل الناس وتهزر مع ده وتهزر مع ده وتهزر مع ده لان دي تعتبر يعني مهارة دي عايزالها فترة تتدرب عليها لان كلنا كنا انتروفرتس في يوم من الايام وبرضو حتى لما انت بتحاول تكون منفاتح وتتكلم مع ده وتتكلم مع ده وتهزر مع ده مش لازم تكون كده 24 ساعة لازم برضو تكون عندك ايه الباوندريز الخاصة بيك الحواجز بتاعتك تعرف امتى تهزر مع ده وامتى ده لا متهزرش معها بشكل ده وهكذا بس في كل احوال ان انت شخص تكون اجتماعي وعندك دائرة مقربة من الاصدقاء ده شيء مهم جدا يبقى كده كنابانويدز زي الفل لان برضو تفكر فيها من ناحية دي احنا كبشر احنا social animals يعني احنا اشخاص اصلا الاساسي بتاعنا ان احنا نكون وسط مجتمعات ان احنا نكون وسط بعضنا ده بيخلي باله من ده وده بياخد باله من ده منذ آلاف آلاف السنين لحد دلوقتي ومهما العالم تقدم برضو البشر هيكون من جواهم في رغبة مش طبيعية انهم يكونوا جزء من مجموعة معينة بكل بساطة المجموعة معينة دي هي تلخصها لو انت عندك شلة اصدقاء كويسة بس واخر حاجة معانا opioids هنلخص opioids او الفعل اللي بيقابل الانتظام في هذا الافراز هيكون ايه ان انت يكون عندك علاقة روحانية قوية بمعنى تاني بكل بساطة ان انت تكون محافظ على علاقتك مع ربنا بمعنى تاني ان انت تخصص وقت ما من يومك كل يوم ان انت تصلي بس بكل بساطة ومن بداية الفيديو انا بتكلم معاكم وانا عارف ان لما وصل للنقطة دي في ناس هتقول تماما انا اتفق معاك ابو اسماعيل وكل حاجة بس هو فعلا يعني علميا زي ما انا ما بقى ادعي هل ده مكتوب؟ النوضوع اللي الناس ممكن تكون مستقرمة منه هو ان ده شيء حقيقي لان بكل بساطة يتم الافراز بشكل محترم وجيد ومنتظم ومعتدل للأوبيويد بيعتمد على ان انت تكون جزء من شيء اكبر منها يكون عندك هدف اسمة وانبل من الحاجة اللي انت بتعملها يعني برضو دي ملاحظة لعل انت تكون اخدت بالك منها قبل كده ان انت مثلا تكون قاعد بتقلب على السوشال ميديا في يوم من الايام وتشوف واحدة عندها مليون ولا اتنين مليون فولوارز على انستجرام وبتعيط وبتقول انا مكتئبة وكلام ده كله بس في نفس الوقت انت عندك ناس قريبك مثلا عايشين في قرية حرفيا معازلين عن العالم اللي برة وعايشين حياة بسيطة جدا وتحس ان دول اسعد من الشخصية اللي عندها فيلا وطيارة خاصة واش عارف مينه الكلام ده فبتحول تفهم ان زي القرية دول السعداء اكتر من دول علشان زي ما قلنا المثال ده ما بيحققش كل الحاجات المطلوبة عشان تكون سعيد وفي المثال ده عنده حاجات مهمة ومن الحاجات المهمة اللي موجودة عنده تاج جامد جدا من الاوبيويت اللي هو بييجي من خلال وجود علاقة روحانية بينك وبين a higher purpose ده برضو السبب ان ليه دول كتيرة فقيرة في الhappiness index او معدل السعادة بتكون اعلى من دول متقدمة بشكل مش طبيعي وغنية بشكل مش طبيعي ولكن معظم الدول دي بتكون دول لا دينية معظم الناس قصدي اللي عايشين في الدولة دي بيكونوا لا دينيين بيكون عندهم اكتئاب اكتر لان في خانة مهمة جدا ما بيتمش الانتاج عليها بشكل عدد وايوة كتير من البحثات اللي موجودة اللي بتتكلم على اهمية الافراص ده بيتكلموا عليه من ناحية meditation يقولك ان انت لو في اليوم الواحد بتمديتيت لمدة ساعة مثلا ممكن يقوي العلاقة اللي موجودة دي بس طريقة اللي انا بفهم منها الكلام ده وعامة انت مش محتاج ان انت تاخد النصيحة بتاعة اي شخص عمل هذا البحث انت المفروض تفهم بس ايه الحاجات اللي بتخلي الابيويدز عندك زي الفل وجود اتصال روحي قوي انت كشخص مسلم او انا كشخص مسلم ازاي اخلي الاتصال ده قوي باني اصل لو على فكرة برضو الناس اللي هما بيتكلموا اكتر على فكرة المديتيشن يقولك ان المديتيشن بيكون جيد فان هو يتعمل بشكل متقطع خلال اليوم انا بالنسبة لي كشخص مسلم اقول يا عم ماشي لو انت شخص بتعمل المديتيشن اعمل المديتيشن بتاعك بس انا بالنسبة لي خمس مرات في اليوم بشكل متقطع خمس صلوات اللي انا بصليهم انا شايف ان دول كافين جدا والحمد لله ان هما يخلوا عندي اتصال روحي قوي زائد يزبطوا عندي الاوبيويدز كله زي الفل وايوا الكلام اللي انا بقوله ده كلام علمي دوروا ورايا براحتكم زي ما انتوا عايزين لعل يكون بس بعض من المصطلحات تيكنيكلي انا مش نطيقهم صحة او مش مستخدمهم في كلامي صحة بس مجمل الكلام اللي انا بقوله انا واثق منه ان الست جوانب دول من الحياة لو اشتغلت عليهم بشكل كويس جدا بالتساوي انت هتكون سعيد 100% ايوا انا واثق ان انا بقول 100% دلوقتي بقى نيجي للدليل او ازاي بقى تطبق ده في حياتك الحقيقية نرجع لأول حاجة قلناها اللي هي قلنا هي الدوبامين فهنسويها بان انت تعمل فلوس كتيرة ايوا انت لازم تكون مهتم في حياتك جدا ان انت تعمل فلوس تمام ده شيء جيد جدا ولكن لو فكرة ان انت تعمل فلوس كتير قوي هتاخد من وقتك ان انت تحافظ على حياتك الزوجية مثلا لا بلاها الفلوس كتير اعمل فلوس على قدك تقدر تخليك عارف تحافظ على حياتك الزوجية وفي نفس الوقت تخلي عندك الوقت الكافي ان انت يكون عندك حياة اجتماعية مع اصدقائك زائد ان انت تسأل على اهلك زائد ان انت ما تنساش دينك وتكون منتظم في الصلاة بتاعتك واهم حاجة ان انت يكون عندك وقت فراخ تعمل فيه حاجة ملهاش اي لازمة انا عايز اوضح النقطة دي تاني شايفين الجزء بتاع السيرتون اللي هو اخر واحد اللي انا قلته ده ان انت تعمل حاجة ملهاش اي لازمة ده باهمية ان انت تعمل فلوس ايوا ده مهم لساعدتك بنفس اهمية ان انت تقدر تعمل فلوس ايوا ده الشيء الغريب وده الشيء اللي انا عايز افهمه لان لما حد يقولك الفلوس مش كل حاجة في الدنيا انا عايز اول ما تسمع الجملة دي تفهم ان دي حقيقة بس تفهمها بالطريقة اللي مخك بيشتغل بيها لان انت لو فعلا معاك فلوس الدنيا بس عندك مشكل كتير مع مراتك عمرك ما تكون سعيد لو انت عندك فلوس كتير جدا بس مش على علاقة روحانية جيدة مع ربنا مش هتكون سعيد لو انت عندك فلوس كتير جدا وعندك حياة زوجية محترمة لا وكل ده عندك صحاب زي الفل وعندك هواية هواية جيدة وعندك علاقة روحانية ولكن مطنش علتك ابوك وامك بقى واخوتك ومش عارف مين والكلام ده عمرك ما تكون سعيد تدي كل حاجة من الست حاجات ده ولحقهم واحدة واحدة هتشوف التغيرات بينها قدام طيب ازاي تعمل حاجة زي كده منين تبدأ ابدأ من دلوقتي حالا مبدئيا ممكن تبدأ بالدوبامين اول حاجة تصلح كمية الدوبامين الحاجات المدخلات بتاعة الدوبامين تمام وتصفصفة على الحاجات المهمة فقط بمعنى بتقضي خمس ست سبع ساعات في اليوم ماسك تليفونك عمال بتقلب ده كل ده استهلاك دوبامين فلا لا 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 اديها ديتوكس كده امعلم وخلي الدوبامين ده بس رايح للحاجات المهمة الحاجات اللي هتساعدك في شغلك اللي هتخليك تعمل فلوس جميل جميل وفي خمس سمية الف فيديو على الانترنت بيقولك ازاي ان الدوبامين بيبهدلك وان انت لما بتعود كتير على الانترنت وتفرج على محتوى مش بيفيدك ولا بيعمل اي حاجة بيبهدل الدوبامين عندك وان انت لو بتشرب سجار كتير وبدخل نيكوتين ده بيبهدل الدوبامين عندك كل الحاجات دي كلام بسيط اي حد يقدر يفهمه من الاخر ان انت تلمت من كمية الحاجات اللي تحفز الدوبامين عندك علشان لما الدوبامين يتم افرازه بشكل حلو تنتج فعلا فيهننا النقطة دي نروح عند رقم اثنين الكانيبانويدز يعني من ناحية صحابه كده يا عمي ما فيش اي حاجة عيب وحرام خالص انت من وقت التاني تقلب على تليفونك كده تلاقي فيه واحد صاحبك ما تكلمتوش بالك كتير اتصل بي عادي جدا بكل بساطة الاهل اتصل باهلك كل يوم او خليك معهم كل يوم اسمع كلامهم رضيهم خليك محترم معهم مراتك او زوجك الشخص اللي انت في علاقة حميمية معاه اعتني بيهم لقيلك اي وقت في اليوم حتى ولو عشو داي جرب هواية جديدة جرب حاجة عمرك ما جربتها قبل كده ممكن تكون دي حاجة انت بتحبها عادي وازقت منها اعمل حاجة تانية للوقت اللي بعدها مش مهم مع الحفاظ على الاتصال الروحي بتاعك زي الفل الحمد لله الحمد لله دلوقتي بعد ما قلنا ايه هي الطريقة خليني اقول تجربتي انا معاه وازاي انا شايف ان ممكن دي طريقة ربما تساعد في ان انت تتامبليمينت الموضوع دلوقتي كشخص حابب يوزن المعادلة دي علشان شاف النتائج بتاعتها لما المعادلة دي تتوزن قد ايه الفعلا الواحد بيكون عنده رضا وسعادة نشطبعية هي الموضوع صعب والموضوع لما حاجة من نوم تكسر انا دلوقتي بقيت افهم انا ليه حاسس بالزعل وبسعى ان انا صلح ده بمعنى انا دلوقتي صحي يوم عادي جدا يوم طبيعي يوم ممل روتيني بس انا في نص اليوم كده الاقي نفسي الموض مش زي الفل انا حاسس ان انا مش تمام فبستغرب انا ليه دلوقتي حاسس بعدم مريضة في حاجة غلط فاعد اقلب الست سيناريوهات في دماغ دي اقول طيب ليه انا مش سعيد هل انا مش شغال كويس لا انا قاعد شغال زي الفل ومخلص شغلي على معاتي طيب هل في حاجة في البيت مثلا في الحياة لزوجة لا كله زي الفل الحمد لله طيب صحابي صحابي تمام الصلاة انا محافظ على صلاتي طيب قاعد اقلب فيه الحد لما اوصل او اه انا ما كلمتش بابا وماما النهار بوم او ام اتصل اطمن عليهم تمام زي الفل على طول بكون حاسس بالسعادة ان اليوم تاني او توف نووير الاقي نفسي في ايه انا ليه مود قلب مرة واحدة انا حاسس ب افضع على جوايا كده حاسس ان انا مش راضي اقلب اللستة اشوف ايه الحاجة من دول اللي ربما يكون الواحد مؤثر فيهم واروح اعملها وبجد ممكن تكون ببساطة ان فيه واحد صاحبك انت تعرفه من زمان بقالك كتير ما سألتش عنه وفعلا وانس ان انت تكلمه وتسأل عنه هتحس بالسعادة لان الثمرات بتاعت هذا النظام وانس ان انت تفهم كمية مخك انت بتشوفها بعدين اقولك بتشوفها بعدين ببساطة ان لو انت محافظ على النظام ده لفترة معينة ومزبطه من كل النواحي هتلاقي ان فيه ايام انت ما عندكش شغل فيها كتير ليه؟ علشان انت مش مخلي حياتك كلها شغل وحياتك كلها ان انت تعمل اكتر كمية فلوس وتنجح اكتر نجاح ممكن علشان انت عارف ان مهما نجحت انت عمرك ما هتكون سعيد طول ما الحاجات دي قليلة فلا انت ممكن تروح بيتك بدري وتلاقي ان انت علشان مودك حلو عايز مثلا تطبخ النهارده فانت تطبخ النهارده وتزبط اكلة بنت لازينة وبتاع مراتك هتحس بالسعادة علشان الشيء اللي حصل ده فقدام لما انت تكون مضغوط شوية في الشغل وما فيش اي مخرج من ده مراتك مش هتفكر مرتين مش هتلومك مش هتعمل لك اي حاجة بالعكس هتشجعك هدي كده انت صلحت two aspects صلحت حاجتين مع بعض وفي نفس الوقت لو انت على علاقة جيدة مع عيلتك ومع اصدقائك والمجتمع اللي حواليك ودايما بتكون بتحافظ على فكرة ان انت تخلي الايجو او الفخر الزائف اللي بيكون موجود جواك على جنب لأ وتنزل وتسأل على كل الناس وعادية فيش اي مشكلة هتعرف ان انت ما تكونش الان 24 ساعة ما تكونش بتعيش اليوم ده في حالة رعب ان انا مش عارف انا لازم اكون متطمن ان كل حاجة زي فول لأ هتكون حابب ان انت تجازف اكتر في حاجات انت عملا كنت تتفكر تجازف فيها قبل كده ليه علشان انت عارف ومتأكد ان لو حصل لقدر الله في يوم الايام انت وقعت في ناس جنبك هيشلوك 100% عشان انت حافظ على العلاقة دي بشكل جاي وده هو اللي بيسموه فعلا راحة البال الشخص اللي حقيقي قوي مع نفسه ومع اصدقائه هو الشخص اللي دايما بيتطمن عليهم هو الشخص اللي دايما بيسأل على اهله وده الشخص اللي بيكون عايش حياة سعيدة ليه لان هو مش شاي الهم بكرة لا هو عايش في اللحظة دي لان هو عارف ان اللي قدر له مهما حصل بكرة لو انا وقعت اسوأ سيناريو ممكن يحصل انا عندي ناس هيشلوني عندي ناس هيساعدوني وليه برضو انت عندك الثقة بنت اللذينة دي علشان انت عارف ان لو حصل العكس في واحد من صحابك او واحد من اهلك انت هتكون علشان ده الشيء اللي انت بتعمله وبتعمله ليه لو هنتكلم بالسيستم بتاعنا انت بتعمله علشان لو تعمله علشان اهلك فانت بتعمله علشان انت عايش شوية اوكسيتوسن او بتعمله علشان صحابك انت عايش شوية بس في الحقيقة انت بتعملهاش علشان كده انت بتعملها عشان ان انت تخلي بالك من اهلك ده شيء فعلا هيخليك سعيد مية في المية ولو انت مهتم باصدقائك ده شيء فعلا هيخليك سعيد مية في المية بس انت هتنسى الفكرة بتاعت كمية المخ دي قدام لا هتبقى شيء طبيعي انت بتعمله في حياتك وهيوصلك لحياة قفتة لو هنلخص كل الحاجات اللي انا عايز اقولها في الفيديو ده بكل بساطة شايف الاحلام اللي الواحد بيحاول يبيعها لك على انك تكون غني وعندك سيكس باكس والحاجات دي على فكرة الناس بتوعل السيكس باكس ويبعو لك اقوى جسم في الدنيا والكلام ده هما برضو ماشي ان انت تكون بتمارس الرياضة ده شيء حلو وهيخليك سعيد في حياتك ولكنه برضو بيلعب على خانة واحدة بس الدوبامين ربما ان هو يكون بيلعب على الدوبامين وشوية كانبانويدز اللي ان انت لو هتروحي الجيم كتير هتبني علاقة جيدة مع الناس اللي هناك فهيكون عندك اصدقاء حلوين في المكان اللي انت بتروحه وبتمارس فيه هواية تمام شيء جيد جدا ولكن برضو مش هيكون كل شيء يعني انت لو عندك اقوى جسم في الدنيا بس ما بتهتمش بعيلتك مش هيكون سعيد من الاخر وارجعتني اقول لو انت مزبط الست اشياء دول الموضوع منطقي والواحده هتلاقي نفسك ان انت بتهتم باكلك هتلاقي نفسك ان انت عندك وقت كافي انك تتمرر وهتلاقي عندك عدم رغبة ان انت تاكل اكل تراش لان انت لما تاكل اكل سريع بينفخلك الدوبامين عندك فبتكتائب بعدها فبتفهم اللي هو لأ انا دلوقتي اليوم بتاعي بيز خالص وحاسس بخمول ابن رازينة عشان انا بهدلت المعادلة بتاعتي من الست حاجات اللي انا لازم اخلي بالي منهم فابعد عن ده خليني متزبط في الحالة الجيدة اللي انا موجود فيها دلوقتي وهذا هو الامر رجلات انت بترجلات وبتزبط ها الست افق دول عشان يشتغلوا مع بعض ويوصلوك لحياة سعيدة اوكي اقول لكم حاجة قصة دي قصة يعني او بقولها لكم من جانب شخصي من تجربة انا وانا برضا عايز اوضح ان مش عايز اي شخص ياخد فكرة الانا من الموضوع او ان انا بتكلم على نفس دلوقتي ان انا مقتنع ان اي حد بيتفرج علي في نفس الحالة اللي انا فيها بل اللي انا عايز اوضحه ان فعلا الحالة مهما كانت اجتماعية مادية سواء اعلى او اقل مهما كان العرق مهما كان الجنس مهما كان ايه ملهاش دعوة بل لو يكون لها دعوة هي بس جانب واحد من ست جوانب بس انا اتكلم دلوقتي من ناحية ان انا في الشغلانة بتاعتي اللي هي شغلانة الانترنت عمل المحتوى على الانترنت الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا سعيد فيها ولكن فيه اوقات كتيرة انا كنت يعني في حالة غير جيدة والاحز ويعني شيء بسيط جدا واي حد ممكن ياخد باله منه ان في الوقات اللي انا كنت فيها بجري ورا هذه الارقام وعمل فيديوهين في الاسبوع واتأكد ان يكون فيه الفيوز العالية بشكل مش طبيعي دي كانت اكتر اوقات الواحد ما بيكونش سعيد فيها ليه؟ علشان الحاجة اللي بيتم تخزيتها هنا هو بس الدوبامين وانا دلوقتي لما الواحد يقعد يفكر فيها انا بحكم شغلي انا وجدت نفسي قاعد في اماكن موجود فيها البيرز بتوعي او اصدقاء المهنة سموهم زي ما انتم عايزين سموها واكتشفت وتأكدت بشكل مليون في المية ان وصولك لخمسة مليون مشترك وصولك لعشرة مليون مشترك لعشرين مليون لتلاتين مليون مش هيخليك سعيد بالعكس بل عملك للشيء اللي انت فعلا بتحبه هو اللي يخليك سعيد فايوة ان انت يكون عندك مليون اتنين مليون تلاتة مليون ده شيء جامد كول بس لو هيجي على حساب سعادتك شكرا واه ممكن تقولوا ان ممكن في الفيديو ده ده اللي فيه الانونسمنت لا اللي انا بقول فيه الفيديوهات هتقل هتقل شوية ان انا خلاص هوقف الرص انا كنت ماشي مؤخرا لو لاحظت يعني فيه رصة معينة كنا عمالت بنزل بيها عشان القناة توصل لمليون في اسرع وقت بس يا انا ما كنتش حاسس احسن احساس في الوقت ده ايوة ربما الشغل كان حلو الفيوز كانت اعلى الفلوس كانت اعلى بس ده جي على حساب حاجات تانية في حياتي من الست حاجات دول فلا انا اعمل الشيء اللي انا بحبه اعمل الشيء اللي انا مقتنع بيه انتجه صح وشيكون في اهتمامي الحاجات التانية لان كده كده حاجات التانية دي لو جات هتكون بتغزي في خانة واحدة من خانات تانية وانا مش عاوز اقع في الفخ ده فخ اللي هو لما يكون اكتر واحد فولود في العالم ولا الخمس تلاف مليون مشترك وفي الاخر اوكي اي كويت او اوكي ام جيتنج ديبريست ناو ام تو ديبريست الجرايند ستو هارد ومش عارك مين اي لاست كذا وكذا 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 ليه لما انت شايف ان ناس كتيرة بتقع في هذا الفخ بتاع الشهرة وعمل الفلوس بشكل عمياني والتباهر والفخر الزائف على البص العربية بتاعتي بص انا جسمي عامل ازاي بص مش عارف مين بيكون في فخر وبرايد زيادة على اللزوم على اشياء بس بتغذي في الدوبامين مع ان الحاجات التانية هي نفسها هي بنفس الاهمية انا عمريا شفت حدي يعني قاعد بيتفخر به ايوة انا عندي اكتر هواية ما بتدخليش فلوس في العالم لا مع ان دي بنفس اهمية الدوبامين وده هو المنهج اللي من وجهة نظري انا شايفه صحي جدا في الحياة برضو ارجع واكرر مش مهم مصدر دخلك ومش مهم حتى لو انت لسه في مدرسة وشوتوت لاصدقاء السنوية اللي بتفرجوا لسه مخلصين امتحانات يعني اتمنى تكونوا عملتوا كويس وكل حاجة والناس اللي في الجامعة برضو اللي خلصوا امتحانات لعل ده يكون فيديو انتو شفتوا السبب السبب هو ان انا بقولك ان في منتهى الاهمية ان انت تشتغل وتعمل لك شوية فلوس حلوة بس برضو في منتهى الاهمية ان انت تخلي بالك من الست حاجات وعلشان تشتغل وتعمل فلوس حلوة لازم تتأكد ان انت ما تنفخش الدوبامين لا عشان تشتغل وتعمل فلوس حلوة قلل من الانستجرام قلل من ان انت تلعب فيديو جيمز كتير قلل من ان انت تدخن قلل من ان انت تاكل اكل سريع لان كل حاجات دي بتنفخ الدوبامين بتاعك فانت بيكونش عندك رغبة في ان انت تنتج دوبامين فمش هتشتغل حد من دول وانس ان انت تكون بتنتج انتاج وبتعمل فلوس حلوة بشكل مش طبيعي وحاس ان انت عادي ممكن شوية دوبامين زيادة ساعتها يا عم ممكن ايه ممكن تخد لك فاست فود هنا خد لك مش عارف مين اللي هو مثلا العب لك فيديو جيمز تفرج لك على ري عادي لان انت قريدي محافظ عليه نفس الموضوع مع السريطون لو انت عدت فترة طويلة جدا بتدور على هواية معينة او شيء انت تعمله بشكل ابداعي وما تكونش متوقع اي جانب منه ولقيت الشيء ده ما تخليهاش تاخد كل وقتك لان هي المقصد منها ان هي بس تكون موجودة في حياتك ما تشغلكش عن الحاجات التانية بس هي لازم تكون موجودة نفس الحوار مع العائلة لو انت مع عائلتك تمام زي الفل وكل تمام محافظ عليهم ومحافظ على الست حاجات كلهم بساعتها ممكن تاخد خطوة كمان قدام وتشوف القريب ده من العيلة اللي فيه مشاكل معاه اللي انت قاطع معاه بقالك فترة طويلة وممكن انت تاخد الخطوة دي عشان تصلح الامور ليه لا نفس الحوار مع الاصدقاء نفس الحوار مع الحياة الزوجية لو انت الامور تمام انزل بالزوجة التانية لا بصر بصر لا مش ده قصدي لا مش ده قصدي تمام في الناحية دي هبجأت تفرق من شخص للتاني بل في بعض الوقات الشخص بيكون عنده الخانة بتاعت التستسترون متزبطة مية في المية وهو مش متجوز اي كي اي لو حد لسه صغير اساسا ما هو ما عندوش اهتمام لشيء زي ده فحاجة زي كده ما بتلعبش دور اساسا ونفس الموضوع مع ناس كبار في ناس بس خلقة ربنا بيكون عندهم الخلل ده ففكرة ان ما يكونش عندهم شريك في حياتهم اساسا ده هو اللي بيسبب لهم السعادة يعني ده هو بيخلي الكوباية بتاعت التستسترون على اخرها فهو تمام كده ما بين كل شخص والتاني الموضوع هيفرق ولكن هيفضل ان الست حاجات دول هم اللي بيتحكموا في ساعاتك تعتني بالست حاجات دول انت هتكون انسان سعيد اي شخص اتعرفه في حياتك مش سعيد دور في ليه هو مش سعيد هتلاقيه خلل في واحد من الستة دول انت ذات نفسك لو انت مش سعيد يبقى انت مأثر في واحدة من الستة دول ملاحظة مهمة جدا الواحد لازم يقولها هنا ايوا في نص الكلام اللي احنا بنقوله واحنا حلوين وسخرين بنكلم كده الحاجات اللي انا بقولها دي لبعض الناس مش هتتطبق عليهم نفس القاعدة ولكن ده علشان في حالات اصلا بيكون عندهم عدم توازن في الكيميا بتاعتهم خلينا نسميها كده او في ناس بيكون عندهم بعض من الاطرابات النفسية وده شيء عادي جدا فالناس دول ربما المعلومات دي مش هتساعدهم وفي كتير منهم ربما يكون محتاج انه ياخد ادوية معينة طبعا انا مش هنا علشان ارش حاجة ازا كده اقول حاجة ازا كده لا الحاجات دي لازم تكون بيتم الاعتناء بيها من ناحية شخص مختص فلو انت شايف نفسك في هذه المنطقة لازم تروح تشوف حد مختص الدكتور نفساني هو اللي يشخصك وهو اللي يعرف فعلا يهاجم المواضيع دي وبالنسبة لو فيه اي دكاتر النفسيين بيتفرجوا انا عارف ان كتير منكم هيتفق مع الكلام اللي انا بقوله انا عارف ان كتير منكم هيتفق ان اهتمامك بعائلتك في نفس الاهمية في ان انت تعمل فلوس كتيرة واهتمامك في ان انت تعمل فلوس كتيرة في نفس اهمية ان انت يكون عندك هواية ملهاش اي لازمة في الحياة ده علشان من ناحية سايكياتريك طريبا بيسموها كل الكلام اللي انا بقوله ده المعادلة اللي الواحد عاوز يوصلها في الست حاجات اللي بتوصلك الى السعادة دي ده جزء من الرحلة علشان تزبط نفسك نفسيا عشان ده بقى ينعكس على حياتك الاجتماعية وحياتك الشخصية وكل حاجة حلوة في حياتك وده هو الموضوع بكل بساطة وده هو الدليل الى السعادة عارف ان هو يبان بسيط جدا لناس كتيرة بل لو هندخل لها من شق ديني انا من وجهة نظري شايف ان دينيا الدين بيحثنا على كل الحاجات اللي انا قلتها دي اصلا بس انا مش داخل الموضوع ده من جانب ديني انا داخل فيه من ناحية علمية ومثبتها لكمية مخنا واستنباطي الشخصي دينيا ان الدين فعلا 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 بيحثنا احنا خلي بالنا من الست حاجات وانا اكون سعيد جدا لو الطريقة اللي انا قلتها بها دلوقتي ربما خليتك تشوف الموضوع من جانب جانب تلك لان اللي عايزك تفهمه لو انت بس فهمت ازاي هذا الشيء بيشتغل وازاي هذا الشيء بيخلي عندك مشاعر وبيخليك تحس شيء معين الميكانيزم في هذا الشيء تقدر تتحكم فيه وتقدر تلعب فيه وكل انسان بحالته الخاصة في ازاي يقدر يوصل الى هذه المعادلة واجمة شيء في الموضوع ده كله لو تخيلنا ان الست خنات دولي لو كل واحد منهم بيبدأ من واحد الى عشرة لو كلهم مليانين بدرجة اتنين يعني الدوبامين اتنين سيروتورنين اتنين كنابانويدس أوبيويدس كلهم اتنين انت هتكون سعيد لو كلهم تسعة يعني من ناحية الدوبامين انت عامل فلوس كتير جدا كل صحابك تمام معاهم كل عيلتك تمام معاهم مشاعر فميه لو تسعة برضو هتكون سعيد لو الدوبامين عشرة والسيروتورنين تمانية والاكسيتوسن خمسة ومشاعر فميه لو فيه تفاول مش هتكون سعيد وعندك رضا زي ما هي هتكون سعيد وعندك رضا لو هم كلهم على نفس الليفل لو هم كلهم على اتنين بمعنى تاني انت تكون مركز على كل الجوانب دي من حياتك وبس شكرا لاي حد اتفرج على الفيديو لحد دلوقتي وبجد اتمنى ان الفيديو دا يكون ساعد اي شخص انا كشخص كنت دايما بحب اقول على نفسي ان انا باخد بالي من هذه الجوانب في حياتي من ساعة لما هالواحد بدأ يبقى عنده سنة وعي بس لما بدأت ابصلها من النحية دي خلتني مركز اكتر في حاجات في حياتي انا كنت بهملها شوي واتمنى ان يكون شرح دا مهما كان قد ايه كيوتك وعشوائي كده وبنتكلم براحتنا زي دا على اللزوم يكون فهمكم النقطة يكون فهمكم ان السعادة مش شيء بعيد واه حاجة اخيرة عايز اقولها لو حد عايز يعرف انا ليه عملت الفيديو دا انا بصراحة بدون اي لفة او دوران انا عملت الفيديو دا عشان عملي لهذا الفيديو بس خلاني سعيد في العادي انا احب اعمل فيديوهات يكون فيها يكون فيها سكريبت كامل مكتوب يكون فيها بعض من الافكار يكون فيها اطعاط يكون فيها منتاج كتير يكون فيها شقلبات حاجات غريبة كده بتتعمل بس للفيديو دا مخصوص انا بس سعيد ان انا قعدت هنا وعدت اتكلم معاكم فيه وشكرا اه اه يا دي كاد كل حاجة عندي اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي لو انتم مهتمين تشوفوا الفيديوهات التانية مشتركوا في القناة لو انتم عايزين وبس اعتمنى لكم يوم سعيد سلام